بعد مخاضٍ استمر أكثر من عامٍ ونصف العام أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش موافقة كلٍ من النظام السوري والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية على أن تكون اللجنة بدايةً لمسارٍ سياسي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين جوتريش أشار إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية جاء وثباً للقرار الأممي 2254 على أن تعقد أولى جلسات اللجنة في الأسابيع القليلة القادمة وهي إشارةٌ منه بحسب مراقبين إلى المرجعية الأممية لتشكيل اللجنة وليس مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في مدينة سوتي الروسية برعاية موسكو مطلع العام الماضي وهو ما تعول عليه بعض أطراف المعارضة السورية لانتقالٍ سياسيٍ حقيقي بناءً على مبادئ جنيف وليس بناءً على رغبات روسيا أو حتى الدول الضامنة لمسار أستانا ووفق التفسيرات التي قدمها متخصصون فإن اللجنة الدستورية سوف تراجع الدستور الذي وضعه نظام عام 2012 إضافةً لمراجعة الدستير السابقة بما فيها دستور عام 1950 وبناءً على ذلك فإن أمام اللجنة خيارين إما تعديل دستور عام 2012 المعمول به حالياً من جانب النظام أو صياغة دستور جديد على أن تعرض نتائج عملها على استفتاء شعبي عام غير أن هذه الآمال قد تصطدم وفقاً لمسؤولين في المعارضة بعقبات عديدة قد تجعل من عملية تشكيل اللجنة الدستورية مجرد مضيعة للوقت لا سيما وإن روسيا ما زالت قادرة على اصطناع العراقيل أمام اللجنة والمسار السياسي بشكل عام إذ أن موسكو تدرك جيداً بأن أي مسار سياسي دولي بعيداً عن هيمنتها لابد أن ينتهي بتغيير النظام السوري